قوي، سريع، كبير وشرس مخلوقات مذهلة، مجهزة برؤية حادة ومواهب قوية مفترس تمتع بذكاء استثنائي ومهارة صيد فريدة من نوعها النسور من الطيور الجارحة التي تهاجم فرائسها من دون أدنى رحمة إذا كنت ترغب في رؤية الطائر الجارح الأكبر والأقوى في العالم تأكد من عدم الذهاب لأي مكان في هذه الحلقة سنعرض أقوى وأكبر نسر في العالم رقم 9 نسر البحر أبيض ذيل من المعروف عن هذا الطائر أنه أكبر طائر في بريطانيا هذا النسر أحد أروع الطيور الجارحة حيث يبلغ طول جناحيه حوالي 2.5 متر ويزن قرابة 5 كيلو جرام صياد انتيازي وقليل التكيف مع البيئة المحيطة وهو لص جارح يسرق الطعام من الطيور الأخرى ويعتبر أكثر الحيوانات الجوية فتكا يأكلون الأسماك في الغالب وأيضا يفتكون بالعديد من الطيور الأخرى كالإواز ربما ستصدم عند معرفتك بأن هذا النسر كان على وشك الانقراض في يوروبا في أوائل القرن العشرين لكن برامج التكاثر في الأسر كان لها الأثر الواضح في إعادة أعدادها في البرية تدريجيا إلى مستويات أكثر استقرارا ويجب أن تعلم أن إعادة الأنواع من جهيم الانقراض يؤدي إلى استعادة المفترس الأعلى الذي سينظم أعداد الفرائس إلى مستويات متوسطة وأيضا زيادة الوعي في الحفاظ على البيئة من الأجيال الجديدة والحفاظ على هذه الطيور كنوع مميز لسنوات عديدة قادمة رقم ثمانية النسر الإفريقي المتوج قوي بل أقوى الطيور الجارحة في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى ومع ذلك فهو ليس كبيرا مثل النسر للمارشال النسر المتوجة تصطاد من دون رحمة مجهزة بمخالب طويلة جدا في المنطقة الخلفية لأقدامها وليس من الغريب أنها تتمكن من قتل الحيوانات التي يزيد حجمها عن أربعة أضعاف حجمها تعتبر من الجوارح القوية فالقرد الإفريقي الثعبان النمس والغزلان الصغيرة من الوجبات المفضلة لهذا النسر ونادرا تقوم بقتل السحال الكبيرة وأكلها وكما ترى عزيزي المشاهد يحاول النسر الإفريقي المتوج اليمساك بذئب القيوت حيث يقوم مخلب النسر المتوج الضخم بتوجيه ضربات دقيقة دون ترك أي فرصة للذئب أن ينجو بحياته تم وصف هذا النسر بأنه أقوى الطيور للجارحة قد يبلغ عمر هذا الطائر حوالي الأربعة عشر عاما وهو قوي بطبيعته ويولد للصيد ويسكن غالبا في الغابات المطيرة السافانة والصحراء الإفريقية لتراوح طول جناحيه عادة من 1.5 متر حتى 1.8 متر رقم سبعة النسر الأسود من المعروف عن هذا الطائر لن نريشه اللافت للنظر تم العثور عليه في جنوب الصحراء الكبرى في جنوب وشرق أفريقيا والنسر الأسود أحد أكبر الطيور الجارحة والتي يبلغ طول جناحيها من 160 إلى 180 سنتيمتر ويبلغ طول الذكور من 75 حتى 85 سنتيمتر ويزن الذكور حتى 4.5 كيلوغرام بينما كزن الإناث حتى 6 كيلوغرام يمتلكون عيون داكنة جميلة ومنقار أصفر ورمادي وعندما يتعلق الأمر بالفريسة فالطعام المفضل لهذا الجارح هو الوبر أيضا من المعروف عنه مطاردة للفرائس الصغيرة والمتوسطة الحجم بما في ذلك القرود وفي أوقات ندرة الطعام سيفعل هذا الطائر أي شيء يمكن أن يحصل عليه داخل مخالبه حتى أنه تم توثيق تغذيته على الجيف تظهر هذه اللقطات أكبر الطيور الجارحة في أفريقيا وهو يستمتع بغذائه قاموا بصيد واحدة من أكبر السحال في أفريقيا بالتأكيد يعتبر من الطيور الكبيرة والقوية وصدق أو لا تصدق يعتقد أنه يمتلك قوة كافية في ساق واحدة لكسر ذراع رجل بالغ من المعروف أيضا أنها تصطاد فرائس كبيرة مثل الماعز، القرود والطيور الأكبر حجما وأحيانا صغير الإنبالة لكنها لا تتغذى عليه يزن نسر المرشال حوالي 6.5 كيلوغرام ويبلغ طول جناحيه تقريبا 1.9 متر وطوله 80 سنتيمتر يمكن لهذه الجوارح اكتشاف الفريس على بعد 6 كيلو مترات وفي هذه اللقطات يبدو أن نسر المرشال يركب الأمواج على ظاهر سحلية الورل وسيقلع بها بمجرد نفاذ طاقة السحلية أو عند موتها وهذا جارح آخر من الجوارح التي تسكن أمريكا الشمالية وهذا الطائر له جسم بني اللون وذيل ورأس أبيض والرأس في الواقع ليس أصلعا وإنما حصل على هذا الاسم بسبب تباين ألوان رأسه الأبيض على جسمه البني الداكن مما يجعلهم يبدون حالقي الرؤوس من مسافة بعيدة النسر الأصلع مثل الطيور الجارحة الأخرى آكلة للحوم ويعتبر السمك مصدر غذاء الرئيسي لأن معظمهم يعيش في الغابات بالقرب من الأنهار والبحيرات والشواطئ يمتلك هذا الطائر رؤية حادة قادر على رؤية مسافة تزيد عن ثلاثة أضعاف المسافة التي يستطيع أي إنسان رؤيتها النسر الصلعاء أو الطيور البنية الكبيرة يبلغ طول جناحيها حوالي 2.5 متر ووزنها تقريبا 7.8 كيلوغرام وطول أجسادهم حتى 110 سنتيمتر ومن الغريب أن هذا الطائر نادرا ما يرفرف بجناحيه ويتزوجون مرة واحدة الأنثى والذكر يفترقون عن بعضهم كل شتاء حتى يلتقوا مرة أخرى في موسم التكاثر كل عام رقم 4 نسر الهاربي تعتبر هذه الطيور الجارحة من أكثرها إثارة للإعجاب على وجه الكرة الأرضية حيث أنها من المفترسات العليا يصل عرض جناحيها 200 سنتيمتر وتعتبر أقوى وأكبر الطيور في الأمريكيتين يمتلك نسر الهاربي القدرة على استياد الحيوانات كبيرة الحجم مثل القرود، حيوان الكسلام، الراكون، الإغوانة والببغاوات وأحياناً للثعابين يجد فرائسه في الغابات المطيرة وهي مفترسات مخيفة ذات مخالب ضخمة ومناقير قوية وفي بعض الأحيان تتغذى على الغزلان والذئاب تمتلك هذه الطيور قدر كاف من الذكاء لتطوير استراتيجيات صيد جديدة أيضاً لديهم تكيف ناجح مع الفرائس النادرة نسر الهاربي وحادية الزواج مما يعني أنهم يتزاوجون مدى الحياة بعمر يتروح من 30 حتى 45 عام رقم ثلاث النسر الذهبي أحد أجمل وأقوى الطيور الجارحة المشهورة بسرعتها وقوتها النسر الذهبي هو الأكثر شعبية في المكسيك، ألمانيا وألبانيا لونه بني غامق مع لون بني ذهبي يحيط برقبته ورأسه هذه النسور الذهبية مجهزة بقبض قوية لا تصدق وتقنيات صيد مذهلة فيتصطاد الثديات الصغيرة مثل الأرانب وأحياناً تهاجم الأكبر حجماً مثل الخراف الثعالب والماعز فقوته تمكنه من رفع ماعز يزن 65 كيلوغرام في الهواء وهو ممسك برأسه هذا السلوك العجومي والعدواني من المعروف على النسر الذهبي وأيضاً يستطيع هذا النسر مهاجمة فريسة ثلاثة أضعاف حجمه يمتلك أجنحة كبيرة يبلغ طولهما حتى 2.4 متر ويبلغ الحد الأقصى لوزنه 6.4 كيلوغرام تقريباً أم اثنان نسر ستيلر أو نسر البحر النجمي من المعروف عن هذا الطائر أنه الأكبر والأثقل بين جميع نسور البحر يوجد في شرق وشمال المناطق الساحلية لآسيا ويعيش في روسيا واليابان يتمتع نسر البحر النجمي بريش داكن مثير للإعجاب ومتباين بشكل واضح مغطى في الغالب بالريش الأسود باستثناء الأرجل والأكتاف والأجنحة فكلها أكثر بياضاً إلى حد كبير ومن قاره الحاد ومخالبه الصفراء الزاهية تجعله من أكثر الطيور تميزاً ومن الصادم أن متوسط طول جناحي هذا الطائر حوالي 2.5 متر ويزن حوالي 9 كيلوغرام على الرغم من حجمه الكبير ومظهره الجذاب لا يعرف عن موطنه سوى قليل ولكن من المعروف على وجه اليقين أنه أحد أكبر النسور على هذا الكوكب يتواجدون بشكل شائع في شبه جزيرة كاماتشكا حيث يتغذى في الغالب على الطيور الأسماك ويغوص أحياناً ويمسك بالفريسة من تحت سطح الماء وأحياناً يسرقون الطعام من الطيور المنافسة مثل العقب رغم واحد النسر الفلبيني هذا الطائر الجارح المهيب أكبر الطيور الجارحة على وجه الكرة الأرضية مع مسح زرقاء ومنقار أسود وعيون زرقاء رمادية شاحبة وريش بني النسر الفلبيني طائر ضخم يبلغ متوسط طول جناحي حوالي 1.8 متر إلى 2.3 متر ويبلغ وزنه حوالي 4.5 كيلوغرام حتى 8.2 كيلوغرام ومتوسط طول جسمه حتى متر واحد ولسوء الحظ لا يوجد سوى حوالي 600 من هذا الطائر الفريد في جزر الفلبين وباعتباره مفترس رئيسي للغابة يفترس النسر الفلبيني مجموعة متنوعة من الحيوانات الصغيرة والمتوسطة في الحجم بما في ذلك الليمور، السنجاب الطائر، الطيور، الثعابين والقرود والآن ما هو أكثر نسر أثراء إعجابك؟ اكتب لنا في التعليقات وأتمنى أنك استمتعت في مشاهدة هذا المقطع ولا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وشكرا للمشاهدة